مخاطر محدقة ووعود زائفة وأياد خبيثة ثلاثية تطارد فلاحية العراق تحذيرات متواصلة من تفاقم خطر الإضرار بمحصول الحنطة يجهض آمال الاكتفاء الذاتي مع انخفاض المساحات الزراعية وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعالة لدعم المزارعين وحماية محاصيلهم فعلى الرغم من أهمية الحنطة كركيزة أساسية في الأمن الغذائي للدول إلا أن هناك حالة سجال قائمة بين المزارعين والسلطات فالعراق لها مردود سلبي على المغزون السراتيجي بسبب صعوبة تحديد حاجة البلاد للحنطة بشكل دقيق فلم تجد أصوات الفلاحين المطالبة بتوسيع سعات مخازن التوريد صدا عند سلطات الحكومية إذ يؤكد المزارعون وجود مشكلات في توريد الحنطة ناجم عن الضغط على المخازن وعجزها عن استيعاب القمح المسوق ما يهدد المحصول بالتلف فيما تثار مخاوف حقيقية من احتمالية دخول العراق بأزمة اقتصادية جديدة تتمثل بارتفاع أسعار الخبز وفي وقت تواصل أسلطات الحكومية إطلاق التعهدات بإصلاح القطاع الزراعي وتعزيز الانتاج المحلي يحمل نواب حكومة السوداني مسؤولية تدهور القطاع بالكامل مطالبين إياها بإجاد بدائل سريعة لتكوين خزين استراتيجي من الحنطة على غرار بقية الدول ومع انعدام سيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية تحدر مؤسسة عراق المستقبل للدراسات من عمليات تهريب القمح إلى العراق بعد تراجع أسعاره في الأسواق العالمية مقارنة مع ما حددت الحكومة من تسعيرة لتسويق هذه المادلة الغذائية من المزرعين خلال الموسم الزراعي الحالي أما عن أسباب التخبط الحكومي وغياب الحلول الحقيقية فتشير تقارير دولية إلى وجود جهات مرتبطة بمسؤولين حكوميين وميليشيات متنفذة مستفيدة من تدهور القطع الزراعي وذلك تنفيذا لأجندات خارجية وفي ذات الاتجاه يذب الاتحاد العام للجمعية الفلاحية إذ يؤكد أن الحرائق التي تطال الأراضي الزراعية تقف وراءها أياد خبيثة لا تريد سوى تدمير اقتصاد العراق